خلينا كده في البداية نتكلم ونقول يعني إيه رقم قومي موحد للعقارات اللي موجودة في مصر كلها يعني كل العقار هنطلع له بطاقة؟ بالضبط كده يا فاني أول نهاردة لازم يكون فيه تعريف بمؤاصفات كاملة لكل مبنى والكل وحدة سكنية أو وحدة تجدية أو اقتصادية بشكل عام لازم يكون لها بطاقة تعريف كاملة وتكون غير مشابهة لأي مبنى آخر أو أي وحدة سكنية آخر الكلام ده أهميته إيه؟ النهاردة إحنا عندنا تقريبا ما يعادل حوالي 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام في العديد منهم مستخبي ما حدش يعرف عنه حاجة وفي منهم مختلط بيبقى فيه تشابه حتى في العنوين فيه النوع مش عارفين إذا كان النشاط اللي موجود فيه هل هو نشاط واحد ولا أكثر من نشاط فبالتالي المفروض اللي هي البطاقة التعريفية أو الرقم القومي اللي هيبقى موجود لي ده هو المفروض بيعرف لنا المباني دي أو الوحدات السكنية أو الوحدات الاقتصادية دي إيه هي كينونتها واستخدامها اللي موجود وإذا كانت شغيرة ولا غير شغيرة في كل التفاصيل دي طبعا الكلام ده هو كلام ومجهود هيبقى مجهود ضخم جدا خصوصا في المناطق العشوائية والمناطق اللي هي بنية فيها العديد من البباني أو الكثير من المباني بشكل غير قانوني لسبب أنه هو النهاردة أنا لما باجي أعمل ترخيص المفروض أنه هو بيكون فيه بطاقة تعريفية باي الرخصة اللي موجودة عندي دي فبالتالي أنا عارف إيه مكونات المبنى وإيه مسطحه ومين المسؤول عنه ومين اللي يبقى سكنه حتى في المستقبل بعد كده أقدر أتابعه في هذا الموضوع بيبقى سهل جدا عملية تسجيله في الشهر العقاري وعملية التحكم في الملكية والحيازة بالنسبة للمواطن بتبقى أسهل اسلوب التعامل ما بين الدولة والمواطن نفسه في هذا المكان بيبقى أفضل والمفروض أنه هو ما بيجرش على حق المواطن وفي نفس الوقت ما بيتخدش حق الدولة في هذا الموضوع خصوصا لو كان فيه مستحقات معاناة المفروض أنها تدفع